صدمة جديدة تلقاها المدرب البرتغالي خزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي وذلك قبل بداية الموسم الكروي الجديد وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن مورينيو تلقى اليوم الأربعاء عقوبة بالإيقاف مباراتين بسبب إهانة الحاكم وفرضت المحكمة بالاتحادية في إيطاليا عقوبة الإيقاف على مورينيو لمدة عشر أيام من بداية الموسم الكروي الجديد والتي سيتم استئنافها يوم 19.20 أغسطس المقبل ومع عقوبة الإيقاف سيضطر مورينيو لدفع غرامة قدرها 50 ألف يورو وبالتالي سيغيب مورينيو عن الجولتين الأولى والثانية وذلك بعدما هاجم دانيلي كيفي حكم مباراة روما ومنزا يوم 3 مايو الماضي كما وصفه بأنه الأسوأ في مسيرته المهنية وكان مورينيو قد اشتبك لفظيا مع كيفي خلال المباراة التي أقيمت يوم 5 مايو الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتعد هذه العقوبة الثانية التي يتلقاها مورينيو في فترة قليلة وذلك بعد أن تلق عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بالإيقاف أربع مباريات في الدور الأوروبي بالموسم المقبل وذلك لإهانة الحكام الإنجليزي أنتوني تيلور الذي أدار مباراة الدور النهائي مع إشبيلية والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح يوم 31 مايو الماضي ترجمة نانسي قنقر